تتحرك الأصابع الإيرانية في العراق على نسق واحد مضطرد وبمختلف الأصعدة فتفتح مكاتب اقتصادية في بغداد وتتغول في شتى مفاصل الدولة العراقية للوثب فوق حاجز العقوبات الأمريكية لكن صحيفة الواشتون بوست صلتت الضوء على نشاط آخر تحت العباءة الحكومية الصحيفة الأمريكية قالت إن إيران تقوم بحملة لتوسيع نفوذها الديني في العراق إضافة لنفوذها السياسي والعسكري كما أنها مولت وساعلت في الإشراف على مشاريع لتوسيع بعض الأماكن الدينية في النجف عبر شركات هندسية مملوكة للحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم تلك المشاريع لتجنيد العراقيين للقتال في صفوف الميليشيات الموالية لإيران الصحيفة تؤكد أن حلافاء إيران بمن فيهم رجال الميليشيات السابقون لهم دور مؤثر في البرلمان بل وصل الأمر بالمسؤولين الإيرانيين حتى باتوا يتوسطون بشكل روتيني لحل النزاعات بين الفصائل السياسية والعسكرية تلك الأدور تبدو مكملة لخطوات إيرانية أخرى أعلنت عنها مؤخرا كتنسيق مشترك عسكري عال بين البلدين بالإضافة لقرب افتتاح ممثلية شركة النفط الإيراني في العراق عقب اجتماع عقد بين كبار مديري وزارتي النفط للبلدين في طهران مسؤولون إيراني قال إن الممثلية سيتم تأسيسها قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن هناك مساعي للتوصل إلى سوبرين تخلق تعاونا بين المنتجين الإيرانيين والقطاع الخاص الناشطي في نفط العراق مضيفا أن الشركات التي ستحظى بتأييد مشتركة النفط الإيرانية تستطيع المشاركة في مشاريع وزارة النفط في العراق وإذ يمكن للمطلع رؤية آثار العقوبات الأمريكية على إيران لكنه في الوقت ذاته سيلاحظ مدى عمق النفوذ الإيراني في العراق ما إن دقت العقوبات الأمريكية ساعتها حتى أظهرت طهران عراقا تحت عباءتها بشكل شبه كاملة ترجمة نانسي قنقر